وصلى ربنا في كل حين وسلم بالغدو وبالأصيل على طه البشير بكل خير ختاب الرسل والهدي الدليل الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضمله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفغ من قول إلا لديه رقيد عديد صدق الله العظيم بمشاهدة شهر بinateجيز ومن المشاهد أنّجي سابقنا في القرآن مات يدرى تفصيل في الدرس ومن أجل المتكرمات لأسل سبحانه وتعالى المتكرمات المترجم للقناة 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 الآن لا يمكنني أن أقول شيئاً عنه الآن لا أستطيع أن أقوم بإمكانك أو أقوم بإمكانك وَيَقُولُونَ يَا وَيَلَتَنَا مَا لِهَا ذَا الْكِتَابِ ترى هذا الكتاب لا يوجد شيئاً بشيئاً أو بشيئاً كل شيئ يتقوم بإمكانك لا يقادل صغيرة ولا قبيرة إلا أحصار وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَوْدِرَ and they will find that whatever they have done in front of them present so in the day of judgment Allah subhanahu wa ta'ala will give recompense and will give whatever we are own and Allah subhanahu wa ta'ala will make judgment of whatever Allah subhanahu wa ta'ala sees what we have done so we have no way of escaping and we have no